في خطوة غير مفاجئة، امتنع حاكم مصرف لبنان رياض سليم عن حضور جلسة الاستماع إليه من وفد القضاة الأوروبيين بعدما تقدم وكيله بمذكرة توضحية للنيابة العامة التمييزية لإبداء الرأي اعتبر فيها أن الاستماع إلى حاكم مصرف لبنان من قبل قضاة أجانب يعتبر انتهاكاً فاضحاً لسيادة القضاء بالاستناد إلى المادتين 45 من اتفاقية مكافحة الفسد وأشار إلى أن استدعاء سلامي إلى جلسة تحقيق أوروبي انتهاكاً للسيادة اللبنانية معتبراً أن السلطات اللبنانية يمكنها إرجاء التعاون مع التحقيقات الأوروبية بسبب تعارضها مع التحقيقات المحلية القضاة الأوروبيون ومن أبرزهم القاضية الفرنسية أود بيريزي غادروا قصر العدل في بيروت بعد رفع جلسة الاستماع التي كانت محددة لحاكم المركزي إلى العاشرة والنصف من صباح يوم غد الخميس في إطار الاستنابات القضائية الأوروبية التي كانت أرسلت إلى نيابة العامة التمييزية في إطار التحقيقات الأوروبية الجارية بملاف رياض سلامي ومقربين محاولة رياض سلامي التهرب من التحقيق الأوروبي باءت بالفشل بعد الموقف الذي أعلنه قاضي التحقيق الأول في بيروت شرب الأبو سمرة الذي رد على مذكرة وكيل سلامي مؤكداً أن تنفيذ الاستنابة القضائية الأوروبية لا يتعارض مع القانون اللبناني والسيادة اللبنانية وفي حال تغيب سلامي عن جلسة الخميس أشار أبو سمرة إلى أنه يعود للقضاء الأوروبي اتخاذ القرار المناسب ولكن من خارج الأراضي اللبنانية بالموازات تقدمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هليني اسكندر بالدعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامي وشقيقه رجا ومساعدته ماريان لحويك وكل من يظهره التحقيق وذلك تبعاً للدعاء نيابة العامة الاستئنافية في بيروت باختلاس الأموال العامة والرشوة والتزوير واستعمال المزور وطبيض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي وطلبت القاضية اسكندر توقيف المدة عليهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية وأصدار القرار الضني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدعى بها في حقهم واحتفظت بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس إذن كل الأنظار الخميس إلى القضاء الأوروبي والقضاء اللبناني وما جمعهما أي رياض سليمي حاكم المركزي والحاكم بأمر المال والمسهل والشريك لمنظومة أدخلت لبنان في نفق الفساد والسرقات منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهو الشعب اللبناني يدفع الثمن اليوم فهل ستكون نتائج الخميس إشارة أولى لضوء ممكن للخروج من ظلمة النفق الذي وضع فيه لبنان أم سيبقى الشعار روح مكانك